الحاجات اللي كان عليها اهتمام كبير جدا هي سمير صابري الفنان سمير صابري الله يرحمه بعد ما توفى فيه اهتمام كبير جدا بهل هو عنده ولا لا المراز بتاعه الاشياء اللي سابها محمد عشوب المنتج السينمائي التصريحات اثارت كتير من الجدل قالك انه هو عارف ان سمير صابري لي ابن من فليانة شهيرة اعتقد انه مكير وكوفر اه هو مكير وكوفر ومنتج سينمائي مش منتج كوفر ومكير منتج منتج سيد محمد عشوب كوفير وانتج بعض الاعمال الفنية اه اعتمال انا الحقيقة ما عنديش المعلومة مش هقدر ان اقشك فيها خالي مرجعنا في دارة سيد محمد هاي بس هو فعلا انتج بعض الاعمال لكن هو طبعا هو مكير وكوفير طبعا او مكير تحديد والدته فنانة معروفة طيب في نفس الوقت بعديها مجموعة من التصريحات كان بطلها سيد محمود سعد والسيد عمري ليسي سيد محمود سعد كان بتكلم على ان الناس بتلمح لشائعات قديمة وقال لك ان المكير محمد عشوب كان مقرب جدا لسامير صبري فوارد يكون كلامه صح ويبقى عنده اصدق على سامير صبري الفنان اللي الله يرحمه ابن من فنانة مشهورة على طول بعدها مفيش بساعات الاعلامي عمري ليسي نشر فيديو للقاء قديم مع سماح أنور لان بعض الناس بدأت تربط خاصة ان كان فيه علاقة حب وودة كبيرة جدا من سامير صبري وسباح أنور والاتنين ما انكرهاش وان كان كان فيه يعني كان سامير صبري بقول ان السن فرق السن هو العقبة في عدم اتمام العلاقة دي لزواج لكن التصريح بتاع الفيديو اللي كان في اللقاء سماح أنور مع عمري ليسي كان بتكلم فيه على ان ابنها ادهم من زوج اخر وقالت اسمه ذكرت تفاصيله كلها فدي كانت من حيات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا اشتركوا في القناة